كشف مركز العجاري العلمي عن خمسة ظواهر فلكية يشهدها شهر أغسطس الجاري ويمكن رؤيتها والاستمتاع بها في سماء الكويت وقال المركز في بيان إنه منذ الأول من شهر أغسطس الجاري شهدت سماء الكويت القمر المكتمل وشهد بالعين المجرد وبشكل واضح حيث كان حينها عند أقرب نقطة للأرض وفي هذه الحالة يطلق عليها الحضيض وأضاف أنه خلال يوم العاشر من شهر أغسطس الجاري سيظهر كوكب عطارد في أبعد مسافة له عن الشمس في الفترة المسائية بينما يلحقه بين يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر أغسطس زخات من الشهب المعروفة باسم البرشاويات وهي الأكثر نشاطا هذا العام ويمكن رؤيتها ليلا في سماء الكويت ترجمة نانسي قنقر